مشروع كهربى وادي حضرموت يكتمل مع حلول فصل الصيف هذا الخبر الجيد الآن بعد افتتاح المشروع من قبل رئيس الوزراء ومحافظ حضرموت هنا في القطاع العاشر بشركة بيترو مسيلة توجد جهود السلطة المحلية بهذه الخطوة التي ظل أبناء الوادي ينتظرونها سنين حيث ستلعب هذه الشركة في التخفيف من انقطاعات الكهربى المتكررة التي كانت تحدث في الفترات الماضية أنا أعتقد أن حضرموت وشبوة والمهرة وأبيان ساحل أبيان بالذات والحديدة ومناطق مهمة في اليمن أظنها مناطق واعدة وكذلك معرب والجوف بلد تعيش ظروف حرب ويتم التخطيط والتنفيذ لقيام مشروع محطة غازية بطاقة 75 ميجا في هذا البلد لهم دلولات كبيرة وطيرة عالية من أجل الانتهاء من أعمال الصيانة في التروبين الثالث وبدء التشغيل لزيادة قدرة المحطة بقدرة تصل إلى 75 ميجا واط ستكفي بحسب تصريحات مسؤولين لتغطية ما نسبته 70% من نسبة الطاقة المستهلكة تعد المحطة الكهرغازية بوادي وصحرى حضرموت أكبر مشروع حكومي في قطاع الكهرباء على مستوى المحافظة من حيث قدرة التوليد والمشروع الأكثر كفاءة واستدامة بحسب مهندسين هنا من حيث نوع الوقود والعمر الافتراضي للتشغيل ويحسب لشركة بيترو مسيلة إنجاز المشروع في فترة وجيزة برغم الظروف التي تمر بها البلاد أكبر مشروع ينتظره ابناء وادي حضرموت تحقق وباتت محطة الكهرباء التي افتتحها رئيس الوزراء على أرض الواقع والذي تلعب دورا رئيسا بالتخفيف من معاناة المواطنين خصوصا مع حلول فصل الصيف حدد مسعد قناة بلقيس من قطاع عشر شركة بيترو مسيلة حضرموت